مدينة أسوان الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي حرصت الدولة المصرية على إنشائها في مختلف أنحاء الجمهورية أقيمت المدينة على مساحة أكثر من 22 ألف الدان باستثمارات بلغت ثلاثة مليارات جنيه تتبع مصر استراتيجية مدروسة تستهدف تغيير الخريطة العمرانية في البلاد والقضاء على كل مظاهر الفوضى في مجال البناء وإلى جانب تشريعات من شأنها تحقيق هذا الهدف سعت الدولة نحو بناء مدن جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية من بين هذه المدن مدينة أسوان الجديدة والتي هي ضمن مدن الجيل الرابع وتبلغ مساحتها حوالي 22 و13 ألف فدان واتقع على الضفة الغربية لنهر النيل ويجتمل المخطط العام لها على كل مكونات المدن الحديثة من مناطق سكنية وخدمية وسياحية ترفيهية وصناعية إلى جانب منطقة حرة ومناطق لوجستية باستثمارات بلغت نحو ثلاثة مليارات جنيه محاور عدة تعمل من خلالها الدولة على إخراج مدينة أسوان الجديدة في أبهى صورة أولها محور الإسكان والذي شهد الانتهاء من تنفيذ 5760 وحدة سكنية وتنفيذ 66 فيلا كاملة التشريب بمنطقة فيلاة القرية الأولى بالتوازي مع تشغيل المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 25 ألف متر مكعب يوميا على صعيد الخدمات فقد تم تنفيذ 26 مبنى خدمية بالمدينة وفي الصدارة الخدمات التعليمية من خلال تشغيل 6 كليات بفرع جامعة أسوان في مدينة أسوان الجديدة وكلية الدرسات الإسلامية للبنات التابعة لجامعة الأزهر وفي إطار القطاع الصحي تتواصل أعمال تنفيذ مستشفى بسعة 158 سريراً بعد تشغيل مستشفى اليوم الواحد وتنفيذ مركز صحي حضري ووحدتين صحيتين ولخدمة الأهالي بالشكل الأمثل دخلت إلى الخدمة فروع لعدة بنوك وتتواصل أعمال تنفيذ وحدة مرور على مساحة 5.5 فدان بالإضافة إلى تنفيذ نادي أسوان الجديدة كما لم يغفل تخطيط المدينة الجانب السياحي حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الشريط النهري بمساحة 181 فدان فضلاً عن مصرح مكشوف بسعة 3000 متفرج وممشى سياحي بطول 1500 متر لترتسم بذلك معالم طريق بالجمهورية الجديدة التي تقوم على التخطيط العلمي المدروس ومواكبة العصر في مختلف المجالات